التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي استمرار مصرا في بدل كافة الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في القارة الأفريقية وفي كلمة له بمناسبة أسبوع الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات دعا الرئيس السيسي الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل وقال الرئيس السيسي أن احتفال الاتحاد الأفريقي بالنسخة الثانية لإسبوع إعادة الإعمار والتنمية يأتي تزامنا مع تزايد العديد من التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي وهو الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ محاور سياسية إعادة الإعمار والتنمية في الدول التي شهدت صراعات عبر الأدوات المختلفة وعلى رأسها دعم المؤسسة الوطنية وتعزيز قواعد وأسس الحكم الرشيد وتنمية سبل استدامة السلام بما يحول دون الانزلاق في دائرة الصراعات أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المساري الآمن للموازنة العامة رغم التحديات العالمية الرهنة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي وشهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة للعام الجاري من بينها التقديرات الإجمالية الأولية للأداء المالي للعام الحالي وكذا التقديرات الأولية لأداء الإرادة والمصروفات العامة قالت الوكالة الدولية للتقديرية أنه لا توجد مخاوف فورية تتعلق بسلامة النووية أو الأمن في موقع محطة الزابوريجا للتقديرات النووية في أوكرانيا وأوضحت الوكالة بعد جولة لخبرائها في الموقع الذي تسيطر عليه روسيا أن خبرائها أكدوا سلامة المعدات الرئيسية على الرغم من شدة القصف وشددت الوكالة على عدن وجود أي مخاوف سواء أمنية أو تتعلق بالسلامة النووية بالموقع قالت منظمة الصحة العالمية أن حياة الملايين ستكون في خطر في أوكرانيا هذا الشتاء وأوضح أونسون ريكلوغ المدير الفني الفرعي لأوروبا في منظمة الصحة أن الأزمة في أوكرانيا دمرت أو خربت نصف البنية التحتية في مجال الطاقة في البلاد حيث يعيش حالياً عشرة ملايين شخص دون كهرباء وقال أكلوغ إن الحرب جعلت المئات من المستشفيات والمصحات غير قادرة على أداء وظيفتها كاملة بسبب نقص الوقود والماء والكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية يسابق رجال الإنقاذ في إندونيسيا الزمن للوصول إلى أشخاص ما زالوا تحت الأنقاذ بعد أن دمر زلزال بلدة في إقليم جاوة الغربية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 162 شخصاً وإصابة المئات وقالت وكالة مكافحة الكوارث أن الزلزال الذي شعر به الناس بقوة في العاصمة جاكارتا ألحق أضراراً بما لا يقل عن 2100 منزل وشرد أكثر من 5000 شخص وتعقدت جهود الإنقاذ بسبب انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق وما يزيد عن 80 هزة ارتدادية لقيا 36 شخصاً مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء حريق شب في مصنع بمدينة أنيانج بمقاطعة خنان الصينية وذكرت وسائل إعلام صينية أن فرق الإطفاء أرسلت 63 عربا إلى محل حادث للسيطرة على الحريق كما أفادت بأن عمالاً يشتبهوا بأن استخدموا معدات اللحام بشكل مخالف لقواعد تسببوا باندلع الحريق رفضت تحاد النقل الموحد الذي يمثل عمال السكك الحديدية والحافلات والنقل الجماعي وخطوط طيران في الولايات المتحدة اتفاق المطالب المبدئية للعمال والذي توسط فيه البيت الأبيض ووفقاً لجمعية السكك الحديدية الأمريكية فإن الاقتصاد الأمريكي على وشك أن يخسر نحو ملياري دولار يومياً مع احتمال إضراب عمال السكك الحديدية عن العمل وهو ما سيؤدي إلى إغلاق قطاعات كبيرة من خدمة الخطارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة نهاية مجاز التاسعة عودة الاستثناء الباقي في قراءة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل